خلال زيارته الرعوية لمحافظة الكرك التقى سيادة المطران جوزيف جبارة شبيبات الروم الكاثوليك من مختلف رعاية المملكة وذلك في كنيسة القديس جوارجوس بالسماكية وخلال لقاء حواري مع الشبيبة تحدث سيادته عن اختبار القديس بطرس الشخصي مع السيد المسيح داعياً كل واحد منه أن يعيش اختباره الخاص مع السيد المسيح ومن ثم تناول الجميع طعام المحبة من جهة ثانية ترأس المطران جبارة القداس الإلهي الذي تم فيه منح سر المناولة الاحتفالية لعدد من أطفال رعية القديس جوارجوس في بلدتي السماكية وحمود في محافظة الكرك عاونه في الخدمة الليتورجية الأب أيهم زيدين والأب بولو سبقاعين بحضور جموع من المؤمنين وفي عدة القداس ركز صاحب السيادة على دور الأهل في تنشئة أبنائهم على معرفة أهمية إيمانهم كما رحب الأب أيهم بزيارة المطران جبارة وقدم له الشكر على حضوره إلى السماكية وفي نهاية القداس تبادل الجميع مع الأطفال المحتفلين الصور التذكارية مع المطران جبارة والكهنة المشاركين